تفقد أركان محور حرب تعز العميد عبد العزيز المجيدي ومعه قائد لواء النصر العقيد رامي الخليدي المقاتلين في الخطوط الأمامية للوحدات القتالية في قطاع لواء النصر والشرطة العسكرية في منطقة الكدحة ومقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز ونقل العميد المجيدي للمقاتلين في جبهات مناطق الكويحة والمطاحن وحمير مقبنة تهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك مستعرضا أهمية قطاع المسئولية أو مستعرضا أهمية القطاع الذي ينتشر به لواء النصر ودور أبطال اللواء في الدفاع عن هذا القطاع والتصدي للأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابة الحوثي الإرهابية وأشاد أركان محور تعز بالروح المعنوية للمقاتلين وجهزيتهم القتالية العالية مشددا على ضرورة رفع مستوى اليقظى منوها إلى النوايا الحوثية الخبيثة وطبيعتها الغادرة من جهتهم جدد المقاتلون العهد بمواصلة النضال والصمود حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة ومؤسساتها تحقيق النصر